الحقيقة التقرير حتى فيه رسائل كثيرة جدا جدا للعيب النادي الاهلي اولها احنا لازم ان شاء الله نخش بشخصية البطل التقريب يتكلم على بطولات النادي الاهلي وانجزات النادي الاهلي على مستوى كأس العالم اندية ودي شخصية البطل اللي يتكلم كمان عليها حتى اللاعبين الاسبان والمدرب انشلوتي شخصية البطل مهمة جدا والجزء الاخر ان مهما كانت النتيجة ان شاء الله تكون النتيجة أبية مهما كانت النتيجة احنا وصلنا لدرجة عالية جدا جدا من الاحترافية في مصاف الكبار وان تعتبر مباراة ريال مدريد في حد ذاتها مباراة رسمية تعتبر هي بطولة في حد ذاتها كلنا طمعانين ان احنا نكسب كلنا طمعانين في نوصل للدور النهائي ولكن يبقى الملعب هو سيد الكلمة وان شاء الله بإذن الله كابتن اسلام لعبتنا قادرين ان هما يخشوا بشخصية البطل ان شاء الله بإذن الله يكون فيه قتال فيه روح روح الفنية الحامرة اللي عارفينها عن ولادنا ان شاء الله تظهر بشكل كبير بكرة بإذن الله حياة كابتن هاني طبعا نتمنى كل هذه الأمور لكن بعد حلقاتنا مبارح من الاهلي في المونديال واستعراضنا للمواقع والصحف الاسبانية والعالمية وحدتها عن النادي الاهلي النهاردة الحقيقة أيضا بنشوف مشهد في تدريب النادي بيظهر حجم الاهتمام العالمي بالحدث وبالنادي الاهلي الحقيقة النهاردة كان خلال المران زي ما حضراتكم شايفين متابعة إعلامية كبيرة جدا في الربع ساعة اللي تم تحقيق أو وضعها للنادي الاهلي أو للإعلام لتصوير مران النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين صورة بألف كلمة مش محتاجة أي تعليق هي دي قيمة النادي الاهلي وهي دي القيمة اللي وصل لها النادي الاهلي من خلال الشكل اللي حضراتكم شايفينه لو تفتكر في كاس العالم رونالدو لما كان بيبقى يعد احتياطي كتل كل الكاميرات بيتواه كان كل الكاميرات سعيب الملعب وبتيجي على كريستانو رونالدو لكن على الجانب الآخر هنا زي ما احنا شايفين حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا حاجة تدعوه للفخر شايفين حجم الاهتمام يعني انت مش شايف خمسة عشر عشرين بتتكلم على عشرات الصحفيين والكاميرات على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم كله بيصور للربع ساعة الأولى من تدريبات النادي الاهلي ده ده قيمة النادي الاهلي الحقيقة الحقيقة زي ما انت قلتك كابت الإسلام هي صورة يعني بدون تعليق يعني هي صورة بتتحدث عن نفسها بتتحدث عن النادي الاهلي تتحدث عن كيان النادي الاهلي وما وصل إليه للعالمية في صورة رائعة اهتمام كبير جدا جدا بهذه المباراة على المستوى طبعا على مستوى العالم كله خلينا نتكلم كله أمان على مستوى العالم كله نتكلم خاصة على مستوى أسباني ولكن العالم كله يتحدث عن هذه المباراة إن شاء الله بكرة كمان بنشوف اللي حصل النهاردة في المؤتمر الصحفي يمكن بس عايز أبدأ من محمد الشناوي الحقيقة محمد الشناوي والكلمة اللي قالها في المؤتمر الصحفي هي كلمة على اللسان كل الأهلوية ولسان كل المصريين وهو طبعا وجه لجمهور الكرة المغربية الشقيق اللي عملوا معنا الحقيقة ملحمة جديدة مش جديدة طبعا على المغرب وشعب المغرب ولكن دي بتثبت العلاقات الطيبة الوطيدة ما بين النادي الأهلي وكل الأندية وكل الجماهير الشقيقة الحقيقة لأن ده مهم جدا وهنفضل نقول أن الدور اللي قام به يعني الجانب المغربي على المستوى الحكومي وعلى المستوى الرياضي وحتى على المستوى الجماهيري يعني الناس تستحق كل الشكر وهي دي العلاقة وهي دي الرسائل اللي بوصلها كمان النادي الأهلي يعني ما يكون علاقتك جيدة بكل الأندية بكل المسؤولين حتى على المستوى الجماهيري هي دي بيكون النتيجة يا كابتن اسلام الحقيقة الشناوي تحديدا وكلمة مهمة جدا للشعب المغربي والنهاردة عندنا إن شاء الله يعني حنحاول نعمل اتصال برئيس الربطة المغربية رئيس ربطة كرة القدم في المغرب الحقيقة برضو علشان الحقيقة نوجه للشعب المغربي الشكر على اللي بيحصل من ملحمة كبيرة جدا جدا بطالها طبعا جمهور المغرب في وجود النادي الأهلي الحقيقة لإنه المغرب وجمهوره بيعملوا حاجة يعني أعتقد إنها ما حصلتش من فترات طويلة جدا ولما دايما بنتكلم عن القوة النعمة بنقول إن الفن وفناننا العظام والكبار لهم دور في ريادة مصر في العالم العربي أيضا النادي الأهلي أو الرياضة المصرية متمثلة في النادي الأهلي لها دور مهم جدا جدا في ريادة مصر من الناحية الرياضية وإن شاء الله دائما تكون مصر دائما في الرياضة وده اللي احنا بنشوفه خلال هذه الفترة واللي بنشوفه في كل مكان بيحصل سواء في الجمهورية الجديدة جوة بلدنا أو من السياسة الخارجية وإحنا هنا نحن نتكلمش في السياسة ولكن نحن نتكلم في القوة النعمة من الناحية الرياضية ودور النادي الأهلي الرائع الحقيقة ودور لعبة النادي الأهلي ودور رئيس النادي الأهلي ودور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالمناسبة النهاردة كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من النهاردة وبكرة حيكونوا متواجدين سسترق أنديل مسافر النهاردة بكرة إن شاء الله وزير العمري فاروق حيسافر هو والأستاذ محمد الدماطي وبالتالي تقريبا كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هيبقوا موجودين في المغرب لمسندة ومؤذرة فريق النادي الأهلي في هذه المباراة المهمة جدا وصعبة جدا